هذا وترأس وزير النقل المهندس عبدالله العابي الوفد العراقي المشارك بعمل جلسة الواحدة وثمانين للجنة أو للجنة النقل الداخلي المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أوروبا بمقر الأمم المتحدة في جينيف العابي أعرب عن سعادته لحضور هذه الجلسة من أجل طرح تطلعات وخطط وزارة النقل العراقية لتطبيق الأتمة في جميع أنماط النقل سواء كان بري أو بحري أو جوي العالي في هذا المؤتمر في لجنة النقل الداخلي الواحد والثمانين تعبر عن مدى اهتمام الحكومة العراقية في عملية تطوير البنى التحتية الخاصة بمنظومة النقل وطرح التحديات التي تواجهنا في كيفية الحوكمة الإلكترونية واستخدام الأتمة في منظومات العمل الخاصة سواء في النقل البري أو النقل الجوي أو النقل البحري وكذلك السكك الحديد اليوم طرحنا عدة مشاكل تواجهنا في العراق لغرض الوصول إلى الحوكمة الإلكترونية بشكلها الصحيح والمتطور كما في البلدان المتقدمة وآملين أن تأخذ هذه التحديات وهذه المقترحات طريقها للتنفيذ والمناقشة جدية من قبل كل المعنيين في المجتمع الدولي لغرض النهوف طبعا هناك تحديات أخرى أيضا تواجه عملية النقل ليس في العراق فحسب وإنما في المنطق ودول العالم هي عملية السلام الطرقية وهذه أيضا من المهمات والمتعلقات أيضا بعملية النقل ومترابطة جدا معها لما تسببه سنويا من خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات والممتلكات وكذلك بالاقتصاد الوطني لذلك كل هذه الأمور ستناقش بجدية ومن ثم الخروج بتوصيات مفيدة وببرنامج عمل يخدم جميع الدول المشاركة طرح التجارب الدول المتقدمة والتي حقيقة أمضت سنوات عديدة في تطوير منظوماتها الداخلية سواء طريقة الأتمة والحكومة الإلكترونية أو بطريقة تشريع القوانين الخاصة أو بطريقة استخدام منظومات جديدة ومتطورة لغرض تلافي وتقليل من الصعوبات والتحديات هذه التجارب أيضا مفيدة وممكن أن تعكس في داخل العراق ونستفاد من عتا في تطوير منظوماتنا وهذا حقيقة ما عاملين عليه بجد ترجمة نانسي قنقر